دكتور محمود عايزين نتكلم عن دور التوعية في علاج مرضى الإدمان حديك ممكن تتكلمنا باستفادة أكتر؟ التوعية بتبقى من برامج زي برنامج حضرتك كده بتبقى من خلال ندوات تسقفية من خلال مفوض يبقى فيه مجتمع مدني متكاتف من خلال الجامعيات بتبقى مثلا في الجامعات في المدارس السنوي في النوادي فبيبقى من خلال برامج التوعية التوعية لازم بقى فيه تسقف ضد مرضى الإدمان الناس تعرف ازاي ابنها ممكن يبقى بيطعطى حاجة وفي نفس الوقت إلا بيطعطى حاجة يبقى عارف ازاي ممكن يبطل الحاجة ديت فهو ده هي دي التوعية ان احنا نوعي الناس ودائما بطالب ان يبقى فيه برامج كتير لان احنا عندنا دكاتر نفسين كتير وعندنا صدوم وكافة الإدمان وعندنا جامعيات أهلية وعندنا متخصصين أماكن كتيرة طبعا كتير الناس تطلع تتكلم توعي الناس يبقى فيه زيادة شوية في البرامج يعني يعني ده دورنا الاساسي اللي احنا بنهدف لي يعني اه ده دور ده دورنا كمؤسسة احنا بنقوم بيها وجمعية برضه يعني دور الإعلام طيب والسوشال ميديا يا دكتور مهمة برضه جدا جدا وانا شايف ان هو قليل يعني حراك لو دورتي على برامج برامج المختصة بمرضى الإدمان قليلة فعلا دي حقيقة حقيقة يعني احنا كمان ما بنحطش يدينا على الوضع نفسه لا لا احنا سيبين الدنيا كده وولدنا بقت الشباب الصغير كمان احنا دي سنتكلم في الموضوع دوت اه فهو ده دور مهم جدا يعني انا دايما بقول قنوات الأكل كتيرة اي يعني طب خلونا يعني جنبوهم كده دي حقيقة فعلا هي مهمة وكل حاجة وجميلة بس يعني انا مش ضدها بس يعني بقى في حاجة بس ايه طب وفخمة الرئيس طبعا اتكلم في الموضوع دوت وقال ان البرامج بتاعة الأكل فعلا برامج كتيرة جدا يمكن اكتر بكتير من اي حاجة يعني تكون مهمة او بتفيد الشباب او بتفيد المجتمع بشكل عام احنا بنقولوا استقبل أولادنا عما حاجة طبعا النهاردة بنشتغل وبنتعب وبنحاجي وبنخلي بالنا عشان خطر أولادنا في الآخر لما الصمرة بتاعتنا اكيد طبعا يعني لازم الموضوع يوصل للأهالي في البيت مهمة جدا يعني يعني سوشيال ميديا عليها حاجات بس البرامج التلفزيونية انا شاف القصة دي قليلة شوية يعني احنا المفروض نوعي شبابنا لاني حتى سوشيال ميديا مش ان انا اطلع واهرج واهزر والكلام ده كله وانا اعمل تريند علشان يبقى موقف مايفدنيش باي حاجة لا انا اعمل فعلا موقف ان انا حاجات جدة علمية افهم الشباب انا ام اب اوعيهم ده دورنا احنا على السنة التالتة على التوالي احنا بنعمل مؤتمر مؤتمر العربي للصحة النفسية وقضاء الادمان بنحاول نوعي فيه على قد ما نقدر بناخد اراء من جوة المؤتمر وبنحاول نطبقها ده مهم ويبقى فيه تكاتف من المؤسسات ويبقى فيه دور الجماعيات الاهلية اخر احصائياتها كنت بكلم في القصة دي في المؤتمر عندنا 52 الف جماعية اهلية شوفي حضرتك مجلس دارتهم كام يعني هيبقى مش قلة من 7 لغاية 11 المجلس الادارة بتاعهم من 52 الف جماعية في 7 اعضاء مجلس ادارة رقم كبير غير المطوعين جوة الجماعيات قصة مش دايما عندنا في اكل وشرب ورمضان والنام طول السنة قلت لو ناخد 1% من الرقم ده بس من 52 الف جماعية يتكاتفوا نعملهم ورقشوب نعملهم ولاش عمل يشوفوا ازاي نوعي الناس وننزل الشارع وننزل النوادي وننزل الجماعات نبتدي يبقى فيه طوعية وننزل الجماعيات وننزل الجماعيات